الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي وأشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من أثار الأذمة على المواطنين والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياة التنافسية بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاثثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين تعقد اليوم اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان وآمن المقر أن يرأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي وصل عمان وفد مصر في الاجتماعات وتشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة توقيع عدد من الوثائق وإجراء لقاءات بين مسؤول الجانبين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين يعقد اليوم الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان في العاصمة الشادية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية وتأثرياتها على الشعب السوداني وتدعياتها الإقليمية والدولية وأضف أن الاجتماع يهدف إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفاعل للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة سودان وسلامته الإقليمية ومقدرة شعبه أغلقت نيجر مجالها الجوي حتى إشعار آخر وقال ممثل للمجلس العسكري في بيان بثاوة الفيزيون الرسمية إنه تم غلق المجال الجوي لمواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا على حد قوله وكان كبار مؤسؤولي الدفاع في دول إيكواس في 30 مليوليو الماضي قد اتفقوا على اتخاذ إجراء عسكري بالناجر إذا لم يتم الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد اتفق المشاركون في اجتماعي جدة حول الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاول لبناء أرضية مشتركة تمهد للسلام وقال بيان ختمي أصدرته السعودية إن الاجتماع أكد على أهمية الاستفادة من الأراء الإيجابية التي تم بحثها بجدة وانطلق أمس الأول في مدينة جدة بالسعودية اجتماع لمستشاري الأمن الوطني ومثلين الأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة لبحث الصبر الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية قال الرئيس الأوكراني بلدامير زلنيسكي إن بلاده تحقق نتائج كبيرة بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية والألمانية وأضاف زلنيسكي أنه تلقى تقريرا عن استخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة حيث وصفها بالقوية والفعالة للغاية وأوضح زلنيسكي أن أوكرانيا أحبطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و 178 طائرة مسيرة هجومية لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة إن همرت على أقليم جيلين شمال شرق الصين وأوضح مسؤول الطوارئ أنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص وعقيمت 21 منشأة إيواء مؤقت وكانت السلطات شمال شرق الصين قد رفعت مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نهر سنجهوا وهو نهر رئيسي إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصاري الدكسوري ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر